أرقام البنك المركزي الأردني أظهرت وجود إقبال ملحوظ من قبل المواطنين على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لتزديد فواتيرهم خلال العام الحالي مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة حيث بلغت نحو 5 مليارات دينار الأرقام أظهرت أن حجم مدفوعات الأردنيين لفواتيرهم عبر النظام بلغت في بداية العام الحالي 769 مليون دينار وحافظت على نفس المستوى تقريبا وصولا لشهر أيار الذي تراجع إلى 690 مليون دينار ثم عادت إلى تسجيل مستويات جديدة آخرها في شهر آب الذي سجل 870 مليون دينار فيما سجل شهر آب الحالي ارتفاعا في عدد الفواتير التي دفعها المواطنون إلكترونيا بنسبة 15.2% عن ذات الشهر من العام الماضي إذ بلغت مليونين ومئتي ألف فاتورة ومن حيث قيمة الفواتير المدفوعة إلكترونيا فقد سجل شهر آب ارتفاعا بنسبة 38% عن ذات الشهر من العام الماضي إذ بلغت 634 مليون دينار أما أكثر الجهات إقبالا من المواطنين على الدفع الإلكتروني لفواتيرهم في شهر آب فجاءت من حيث القيمة بالمرتبة الأولى المؤسسات الحكومية بنسبة 75% ثم الخدمات المالية بقيمة أو بنسبة 9% والخدمات الأساسية 5% وقطاع التعليم بالمرتبة الرابعة بنسبة 3% أما أكثر الجهات إقبالا من المواطنين على الدفع الإلكتروني لفواتيرهم في شهر آب من حيث العدد جاء في المرتبة الأولى المؤسسات الحكومية بنسبة 25% ثم الاتصالات بنسبة 36% والخدمات الأساسية 23% ثم الخدمات المالية في المرتبة الخامسة بنسبة 3% ترجمة نانسي قنقر